إذا مشاهدين بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة تحريض على اقتحام الكونغرس سوف تبدأ محاكمة ترامب الأسبوع المقبل بحسب المعلومات الأولية بعد أي حين مجلس النواب مواد المساءلة إلا إذا طبعا قرر مجلس الشيخ ترك الموضوع لما بعد التنصيب فما هي آلية محاكمة الرئيس وما هي الخطوات التالية؟ آلية مساءلة الرئيس الأمريكي أو محاكمته تتم على مرحلتين تبدأ من مجلس النواب الذي يصوت على البيان الاتهامي الذي يعرض بالتفصيل وقاع المنسوبة إلى الرئيس أو ما يسمى بإمبيتشمنت المطلوب في هذه المرحلة أن يصوت مجلس النواب بأغلبية بسيطة حتى يتم تمرير البيان الاتهامي في حالة الرئيس أولون ترامب أقر مائتان واثنان وثلاثون نائبا بينهم عشرة جمهوريين في مقابل مائة وسبعة وتسعين تهمة وحيدة ضد ترامب هي تحريض على التمرد يصبح الأمر بعدها في يد مجلس الشيوخ الذي تقع عليه الآن مسؤولية المحاكمة الفعلية لرئيس المتهم أعضاء مجلس الشيوخ المائة وبعد مداولات يصوتون على بيان الاتهام ولكن إدانة الرئيس تتطلب في هذه الحالة تصويت غالبية الثلثين إذا صوتت تلك الأغلبية يقال الرئيس تلقائيا بدون إمكانية الطعن في القرار ويتولى نائبه الرئاسة كما يجري المجلس عملية تصويت أخرى لا تحتاج إلا لموافقة الأغلبية البسيطة تمنعه من الترشح مجددا أما في حال فشل بيان الاتهام في الحصول على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ تتم تبرئة الرئيس وهذا حصل مع ترامب سابقا ويستمر في منصبه محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ على الأرجح بعد أن يترك ترامب منصبه في العشرين من يناير بعد أن رفض ميتش ماكونل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مطالب ديمقراطيين بعقد محاكمة فورية للرئيس فما فائدة محاكمة رئيس سابق بهذه الحالة يؤكد خبراء القانون أن المسائلة المتأخرة هي دستورية والغرض منها ليس مجرد عزل المسؤولين من مناصبهم بل سحب أهلية تولي المناصب مستقبلا حيث ينص الدستور على أن عقوبة واحدة على الإدانة تعد سحبا لأهلية شغل أي منصب رفيع أو حتى تمتع بامتيازات ترجمة نانسي قنقراتيين من منصب رفيع